و بمجب قانون مثير للجدل حول تغيير الديانة فتحت شرطة الهندية تحقيقا بشأن مدرسة خاصة على خلفية زعم أهالي هندوس أنها تدعو إلى الإسلام فقد فتحت شرطة الهندية تحقيقا بشأن مدرسة خاصة بمجب قانون مثير الجدل حول تغيير الديانة على خلفية زعم أهالي لبعض الطلاب أنها تدعو إلى الإسلام وفق ما أفاد ضابط في الشرطة وقال مساعد قائد شرطة كامبور في شمال الهند شانك شارما لوكالة الصحافة الفرنسية لقد تصرفنا بعدما تلقينا شكوى من أهالي هندوس يعارضون الصلوات الإسلامية وحسب الضابط فإن تحقيقا فتحا لكن لم يجري توقيف أحد وتخضع مدرسة فلورتس الدولية لتحقيق بمجب القانون بتهمة الإساءة إلى المعتقدات الدينية وحسب شكاوى قدمها أهالي الهندوس فإن المدرسة كانت تحضر التلميذ لإعتناق الإسلام وتقع هذه المدرسة في ولاية أتارة براديشة التي يحكمها حزب هاراتيا جناتا الحزب الحاكم الذي يتزعبه رئيس الوزراء نريندرا مودي والتي تبنت العام الماضي قانونا يجرم جميع أنواع تغيير الديانات بلا موافقة مسبقة من سلطات الولاية يستهدف هذا القانون حسب منتقديه يستهدف المسلمين بشكل أساسي ونفت المدرسة أن تقود لديها نية تغيير ديانات التلميذ مشددة على أن فكرة الصلوات متعددة الأديان تنظم منذ أكثر من عشر سنوات في المؤسسة التعليمية بهدف زرع شعور التناغم الديني بين التلميذ على حد تعبيرها وقالت مديرة المدرسة نحن نقيم هذا التقليد منذ عام 2003 لكن أحدا لم يعرضها لقد وقفنا الصلوات عندما اشتكى بعض الأهالي الجمعة الماضي ونظمت جمعيات هندوسية يمينية وأهل الهندوس تظاهرات في المدينة في نهاية الأسبوع الفات ترجمة نانسي قنقر